الولادة السوريين تستحضر في الذكرى التاسعة والثلاثين لرفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيترة ذكرى النصر والتحرير في وقت هم فيه اكثر تصميما وعزما على المقاومة كخيار استراتيجيا لتحرير كل شبر من ارضنا المحتلة حرب السادس من تشرين كانت الولادة الفجر التي طوت عصرا تراكمت فيه الهزائم وازالت طعم الانكسار فاتحة باب الانتصارات على العدو الصهيوني الذي تلقى اولى الضربات التي قهرت جيشه الذي كان يظن يوما انه لا يقهر تحت عنوان النصر في حرب تشرين التحريرية تجلت ارادة الامة العربية التي جسدتها التوأمة بين دمشق والقاهرة ففي السادس من تشرين الاول عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين قام الجيشان السوري والمصري بالهجوم على قوات الاحتلال الاسرائيلية على جبهتي الجولان وسيناء وتم رفع العلم السوري على اعلى قمة في جبل الشيخ بعدها استنفرت اسرائيل كل قواها ولكن من دون جدوى مضطر الولايات المتحدة الامريكية لمد جسر جويا من المساعدات العسكرية وفي الثاني والعشرين من تشرين الاول عام ثلاثة وسبعين اصدر مجلس الامن الدولي القرار رقم ثلاثمائة وثمانية وثلاثين القاضي بوقف جميع الاعمال العسكرية فقبلت مصر بالقرار ونفذتهم مساء اليوم نفسه لكن الاسرائيليين خرقوا القرار ما دفع بمجلس الامن لاصدار قرار ثانى ملزم بوقف الحرب في اليوم التالي لكن سوريا لم تقبل بالقرار واستمرت بالقتال فبدأت حرب الاستنزاف التي استمرت 82 يوما مع ضغطا كاملا على الجبهة السورية فشن الجيش العربي السوري مع بدايات العام 1974 هجوما على مرتفعات الجولان كبد فيه قوات الاحتلال خسائر جمه ما اجبر الاسرائيليين على الانسحاب من شريط الاراضي المحتلة عام 67 بما فيها مدينة القنيطرة وتوصلت الولايات المتحدة عبر جولات مكوكية لوزير خارجيتها انذاك هنري كاسنجر الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل وبذلك توقفت العمليات في ايار عام 1974 وفي السادس والعشرين من حزيران من العام نفسه رفع القائد الخالد حافظ الاسد العلم السوري خفاقا في سماء القنيطرة المحررة الا ان عجز اسرائيل امام عظمة بطولات الجيش العربي السوري تجلى بابشع صوره بمشاهد مؤلمة لما اقترفته الى الحقد الصهيونية في مدينة القنيطرة الى نشر الخراب والدمار وزرع الاف الالغام ونشر المواد المتفجرة اثناء اندحارهم نحن في جولان مهما طال امد الاحتلال لا بد من زواله ونقول للعالم اجمع سوريا التي اهدت الحضارة الى العالم واهدت الابجدية الى العالم ستبقى منارة للحرية والاحرار وارضها ستبقى مقبرة للغزاة والطامعين الذين يأتون للتعدي على هذا الوطن الغالي الا السورية كانت ولا تزال مشكلة سوريا التي اججت شهوة الافتراس لدى الاعداء الذين بقيت سوريا وشعبها وجيشها غصة في حلوقهم فلم يعدموا وسيلة الا واستخدموها لكسرها وليست الحرب التي تشن عليها اليوم الا شكلا اكثر بشاعة من الحروب التي لم تتوقف يوما وفي كل مرة كانت سوريا تثبت انها قادرة على صناعة النصر بمقاومة وعزيمة لا تلين